السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلين يوم شاء الله نشترك معكم كوكيز ساهل كي جلديد بزاف حاب شوفان تمنى ان شاء الله هي شبكم تحضروه مع وليداتكم في هاد العطلة وتفضلوا معي باش تشوفوا تفاصيل الوصفة لتحضير هاد الكوكيز سأحتاجه 150 غرام الشوفان رقائق الشوفان 150 غرام الدقيق المنخول 100 غرام السكر سأستعمل السكر الكوكوكو لكن ممكن تستعملوا اي سكر بغيته ولا تحلوه بالعسل اللي لابغيته وهي رمك يجيش بحل بحل هنا انا استعملت زنجبيل باش نسمته ولابغيته تقدروا تستعملوا اي حاجة اي منكه منكه وميتين غرام ديال شوكولات مقطعة اللي ممكن تستعملوا قل الى بغيته واستعملت ملعقة كبيرة ديال الخل وملعقة صغيرة جدا ديال بيكاربونات دوسوديوم هي اللي غدا تخمر لنا هاد العملية ضروري وإلا ما كي طلعش لكم اي حلوة استعملتوها لكيك ولا الحلاوي كاملين ضروري مكن نخلطو هاد البيكاربونات مع شي حاجة حامضة باش كتفاعل كيف ما شفتو معايا كيفاش تفاعلات وكتعطينا اه مفعول اكتر واستعملت حبة بايد ان شاء الله نكتب لكم المقادير اسفل حد الفيديو سوف نخلطو مزيان حتى كدو بلينا مزيان ديال بيكاربونات ضروري هاد المسألة مهمة جدا لان حتى ودي وحد المرة كنخلط البيكاربونات مخلطهاش مزيان اه وما ما تنفخش مزيان الحلوة ما تكشبش ضروري ضروري ما تخلطوه مع شي حاجة يعني اما مع البرتقال مع الحوامض كاملين يعني حتى مع البن وهاد البيكاربونات مني كنديروها هكذا في الحلوة حتى الحلوة كنت يعني مهم يا غالبا حلوة ما كان اكلوش منها بزاف يعني غيو حيدا ولازوج وكن يعني عمليات الحضم كتم بسهولة بالنسبة للدقيق انا استعملت الدقيق الفارينا يعني بحل الفارينا اللي كينا في المغرب مثلا كنت تغربلوها ممكن تستعملوا الدقيق القمحة هو كيجي الكوكي شوية حرش اه اه انا استعملت داب اه اه الفارين ٥٥ يعني مهم هي مغرب لك يكون فارين كن خالر قيقا فقط صفي من بعد ما ما كملت يعني جمالت العجينة ديالي كاملا يعني مع مقادر كلاك نخليه ارتاح واحدة P30 دقيقة ومن بعد كنكونوا يعني هاد الكويرات هكذا انا عبرت فيهم 30 جرام من طومات يعني ما بغيته تديره احتى كتر ممكن على حسب الحجم اللي بغيته صافي كيف ما شاهتم معي كنشكل هاد الكويرات كنحاول نزيد لها شوية دي الشوكولات يعني من الفوق وفي هاد الأثناء صافي كنكون سخنة الفرن ديالي الدرجة ديال الحرارة ديالي وتكون 180 يعني بحل الكيك صافي حتى كنكمل هاد الكويرات كاملة وكندخلها الفرن حتى كت اه يعني حتى كت طيب وكنخرجها كيجي الحجم ديالهم على هاد هاد القياس اللي كتشوفون معي وصفة بسيطة جدا يعني تقدروا تعطي واحدة لوليدتكم يجمعوها يحضروها وكتعطي ما بقيت صراحة ما حسب شحل اعطتني بالضبط غتشوفوا معي هنية شحل اعطت اعطت هاد شي اللي حطيتو هكذا كانوا بقين ما جوش لوليدت اعطت هاد القياس هادا ما حسب تشوف صراحة لحبت تمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها ولا جربتوها متنساش تردوا علي الخبار وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة